الحمد لله وكفا والسلام على عباده الذين الصفا وفي مقدمتهم سيدنا ونبينا محمد المصطفى والله تبارك وتعالى عليه على آله وصحبه أهل الكرم والصفا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نواصل الحق بالحق والهاج إلى صلاطك المستقيم وعلى ليحق قدره ومقداره العظيم في خطبتنا الماضية أو في خطبنا المادية تكلمنا عن أهمية محبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بل عن فرضيته وشرطيته في إيمان المسلم وفرض المحبته كذلك قاعته قولا وفعلا وحالا دون ما سأمين وتكلمنا كذلك من بعد عن بعض علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم من العلامات كثر ذكره من العلامات كثر ذكره صلوات والتعده بالقرآن يا أمم تقديمه وسلوه أدر معه توقيره مع تصديق بلا وهم إحياء سنته وحب أمته إيهار أصحابه وآل من النجم شدة شوك اللي لقياه اتفاع عن الإسلام مع نشره بالخد والكلمة بل ربع ذكره صلى الله عليه وسلم وقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وذرك الذي أنقض ظهرك the door is not close open thank you ورفعنا لك ذكره سيدنا سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو خليل الله دعا الله ذهب إلى الله تبارك وتعالى لي ناجيه كما ذهب سيدنا إبراهيم إلى الله مهاجرا قائلاً سيدنا سيدنا تبارك وتعالى في مناجاته فلم يحذر فلم يحذر ما جرى بينه وبين الحق تبارك وتعالى ليلة الإسرائيل والمعراج لم يحذر عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فأوحى إلى عبده ما أوحى إذن فأطل من يذكر ويذنى عليه ويصدى عليه والنبي صلى الله عليه وصلاً وقد قلنا كذلك من العلامات يحياء سنته يحياء سنته وحب أمته وعلى رأس أمته صحابته الكرام واليوم نرى ما لا يتخيل وما قد يكون مستحيداً أن يقفر في بالي مسلم قبل هذا الزمان أنه يحذر هم جماعة إرهابية ما يحدث في اليمن من مجزر وفي سوريا وفي القرص الشريف ولا يكون لها ولا يكون لها ولا يكون لها لأشياء إبادة سأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العافية آمين سأل الله تبارك وتعالى سأل الله تبارك وتعالى هي كيفية تبارك وتعالى بجانب أو بجناب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أبروا هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلماً وأقومها هدية وأحسنها حالاً وهم كما قال أحدهم سيدنا عبدالله بنما سعود عنهم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار الله واختار الله له كل شيء اختاره أن يكون أرضا موجود خلقاً وخلقاً واختار الله أفضل كتاب الذي هو القرآن وأفضل دين الذي هو الإسلام وأفضل صحبة بل وأفضل أمة وهؤلاء صحابة أشرب وآلين أمم يقول المسلم لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم وقال تعالى برونتم خير أمة أخرجت للناس إذن حب هؤلاء صحابة والاقتداء بهم عين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعين الاقتداء بهم وحبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآهارهم فضيلة والإعراض عنهم رغيلة أكرم الله لنا ولكم وعليا إلى جسده وطرحة سيد الوجود وعلم الشهود صلى الله عليه وسلم وذلك ضد الله يؤتيه من يشاء والله بالفضل العظيم وقد بلغوا I don't know maybe people what happened to you you didn't give a breakfast the door is tight it's tight okay just open it a little bit let's go a little bit farakallah فَقَدْ بَلَّقْ وَعَدْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما بَعَدْ رُدَّهُ بِهِ مِنَ النُورِ وَالْهُدَى على أَكْمَلِ الْوُّجُوهِ وَأَتَمِّهَا فَكَانَ لَهُمُ الْأَجِرُ الْعَوِيمُ لِصُحْبَتِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم والجهاد معه في سبيل الله وأعمالهم الجديد في نشد الإسلام وَلَهُمْ مِهْلُ أُجُورِ مَنْ بَعْدَهُمْ لِأَنَّهُمُ الْوَاسِطَةُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَوْلَانَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ شَكَّ لِهِمْ فَقَدْ شَكَّ بِي رَسُولِ اللَّهِ بَلْ قَدْ شَكَّ بِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ لَأَنَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى هُوَ الَّذِي يَسَكَّهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسِ رَطِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ قَالِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَاسْسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اسْقَذَا قَالْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ السُّفْيَانُ فِي قَوْلِهِ تَعَلَى اللَّهِينَ آمَنُوا وَاتَّقْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْلِ اللَّهِ قَالَهُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُمَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ نَوَارَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ غَسْقَظَاهُ لِنَّفْسِهِ وَابْتَعَذَهُ بِرِسَانَتِهِ ثُمَّ نَوَارَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بعد قَلْبِ سِيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ غُزَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَا جِنِهِ وَصَحَابِهُ هُنَا هوَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُومِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ قُلْنَا مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ وَلَمْ نَقُلْ مَنْ رَأَ النَّبِيَّ لِأَنَ عَبْدَ اللَّهِ إِبْنَهُ مِمْ مَكْتُومٍ قُلْنَا مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ لَكِنَّهُ لَمْ يَرَهُ لِأَنَّهُ كَانَ أَعْبُلُ قُلْنَا مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَآمَنَ بِهِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ وَهُمَ صَحَبِهِ وَهَؤُولَا هُمُ الَّذِينَ سَكَّهُمُ اللَّهِ وَقَانَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ فكلهم يدخلوا تحت هذه العبارة والذين معه محمد رسول الداني والذين معه أشداء وعلى الكفاء رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون بضلا من الله والإقوال سيماء في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَاعِنَ خَرَجَ شَقْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَوَا فَاسْتَوَى عَلَى سُوكِهِ يُعْجِبُوا السُرَّاعًا لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَاءِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَعَجَةً عَظِيمًا وَقَالَ تَعَلَى لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَهُمُ صَحَبَاً لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذِيُ بَايُعُونَكَ تَحْتِ الشَّجَلَةِ فَاعَلِمَ مَاذِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَذَابَهُمْ فَأَذْحَمْ قَرِبًا وَجَالِهِ السُنَّةِ وَأَنْنَفِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِهِ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِهِ فَهُوَ الَّذِي نَفْسِ بِيَتِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِذْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدَرَكَ مُتَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيمَهِ وَجَالِ فَقْلِهِمْ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِ هُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ هُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَقَرْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِهِ وَسَلَّمُ قَرْنُ أَصْحَابِهِ الْكِرْحِ وَإِنَّمَا صَارُ أَوَّلَ هَذِ قَرْنِهِ الْأُمَّةِ خَيْرَ قَرْنٍ لَأَنَّهُمْ آمَنُوا بِهِ حِينَ كَفَّرَهُ النَّاسِ وَصَدَّقُوهُ حِينَ كَذَّبَهُ النَّاسِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَآوَوَوُ وَوَاسُوهُ بِأَمْوَالِهِمْ بَلْ وَأَنفُسِهِمْ وَقَاتَلُوا غَيْرَهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ حَتَّى أَتُخَلُوهُمْ بِهِ الْإِسْلَامِ تَحْتَ غَيَةِ مَوْلَانَا رَسُولِ الْدَانِ صَلَى اللَّهُ عَلِي وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمُهُ وَلَنَا نَمَاذِجِ ذِي حَيَاةِ الصَّحَابَةِ نَمَاذِجْ مُخْتَلِفَةِ مِنَ الشَّبَابِ وَمِنَ الزِجَابِ وَمِنَ الْمِسَا كُلُّهُمْ ذِي حُبِّهِ لِلْنَبِيِّ صَلُّ اللَّهُ عَلِي وَسَلَىٰهِ مِنَ الشَّبَابِ هذا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وَنَوْمُهُ فِي فِي حِرَاشِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِي وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أَنْ أَرَادَ الْمُشْعِكُونَ قَتْلُهُ فَأَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعْلَى النَّبِيَّهُ أَنْ يُهَاجَهَ وَأَمَرَ النَّبِيُ عَلِيًّا أَنْ يَنَامُوا فِي حِرَاشِ وَهَلَا وَعِلُ الْتَوْحِيَةِ وَكُلُّ الْمُشْرِكِينَ في مكة عزموا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحق تبع لك وتعالى كمان في سورة الأذف وَإِذْ يَنْكُرُ بِكَ الْنَّذِينَ كَبَرُونِ يَثْبِتُوكَ أو يَكُتُدُوكَ أو يُفْرِجُوكَ وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْلِهُ فَقَبِلَ سَيْتَ عَلِيُ النَّابِ الْقَالِيُ وَهُوَ شَابٍ في عنف والي الشبابين أن ينام على فراش رسول الله عالما بأن المشركين حوض الدار والنبي صلى الله عليه وسلم وعده بأنه لن يؤذوه لن يسجو إليه هذا هو عين الإيمان وهذا هو عين اليقين لذلك يروا أن علي بن أبي طالب قال يوما لو كشف الحجاب مزدد يقينا لو كشف الحجاب حتى آر الله بعيني رأسي مزدد يقينا وسئل يوما رضي الله تعالى عن محبة الصحابة لمولانا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف كان حبكم لرسول الله قال علي سيدنا علي كرم الله واجه رضي الله عنه كان والله أحب إلينا من أولنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الله أليه من الله وآله 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 أولادنا ورجال وهم القوم وهم أباؤنا وقصوتنا واجب المحبة والحرمة أولادنا وقصوتنا أولادنا وقصوتنا أولادنا وقصوتنا ولم يكون مسلما على ذلك فقال له أبو سبيان حين قدما ليقتل أي حين قدم زيت لأولادنا ليقتل قال أُنشِدك الله يا زيت أتحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم عندنا الآن في مكانك نضرب عمقه وأنك في أهلك قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤهيه وأني جالس في أهلي والله ما أحب أن يكون محمدا صلى الله عليه وسلم ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 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 تقذيني وأني جالس في أهلي سواء قبل نوارد المنى من الناس تقضي ما أحب أن تقضي تقضي نوارد المنى من الناس في مكانه ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحابي محمد محمد هذا صحابي لا يحب أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان تؤذيه شوكا وهو معاذا هو صحابي معاذا لأه قال هذا القول وقد قدما ليقضنا ربما لو قال نعم لنجعه ولا تركه لكن هذا لم نعلم هذا هو الحب هذا هو الحب يقول بعض العلمائنا خدي وقاية لريد للمتبه من حية أو ما يضاهل عقرب أحمد بنبأ خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبي وأني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أحكم هذا هو الحب فلم يرتع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقتبع عن الهواء ولم يوحى إليه شيء في هذا فلم يرتع عليه حتى أنه زدت جبريل عليه السلام بهذه الآية ومن يضع الله ورسوله فأولئك مع الذين نعم الله عليه من النبي والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رعق الصحابة لم يبرحوا فراحا أكبر من هذا الهرح لأنهم أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبداعوا وقال صلى الله عليه وسلم بحديث أن أعفر المرء مع من أحب وأختم اليوم بهذه القصة المثيرة هذه المعجزة الكبرى هذه القرية هذا شيء عميم وهذه القصة في سنة يمني إسحاق عن سعيد بن أبيو أقاص قال مرر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرأة من بني الدين وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصيب عمروا يعني أخبروها قالت أول شيء قالت ما فعل رسول الله ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله خير يا أم وأبوها هو بحمد الله كما تحب قالت أروني حتى أطمئن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يعني قتل أبوها وأخوها وزوجها لكنها لا تبالي كل ما في عقلها وفي قلبها وفي روحها هل الرسول صلى الله عليه وسلم معادل هل سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أروني حتى أنظر إليه قال فأشيرها إليه حتى إذا رأى أنه قالت كل مصيبة بعدك شد كل مصيبة بعدك المزدد أنك معافل وصليم ليس هناك أي مصيبة ولو كوره يعاني الناس صلى الله تعالى و تعالى يلحقنا به أمين كما قال بعض كل مصيبة بنا وحبب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم و أصحابه الكرام و ترح إلينا الكبرى و نفسه و قول أسيان و اجعلنا من الرشيد أمين عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قدوبنا و نور أمصارنا و شباء صدورنا وجلاء حساننا و ذهب همومنا و غمومنا و صائقنا و قائلنا إليك و إلى جناتك جنات النعيم و داريك ذاري السلام و عَالَّذِينَ نَعَمْتَ عَلِيهِ من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصائفة وصله أكربه اللهم أمم لأ قلوبنا بمحبتك و بمحبة مولانا رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه وسلم اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة الكلبنا و أبتالنا اللهم منصر الإسلام الله منصر الدين منصر الدين و خذل من خذل المسلمين و لا تجعلنا بمن خذل المسلمين آمين يا رب العالم برحمتك رحمة الله اللهم يسرنا أمورنا مع راحة لقلوبنا ورجالنا والسلامة وعالفة في جننا ودنيانا اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين لا مغيرين ولا مبتلين اللهم احشرنا في زمان سيد المرسلين وأسقنا من حوديه بيده الشريفة واجعنا من أل مجاولته بأعليه بلا سابق عقاب ولا مشقة ببركته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقال عليه على اللي حق قدره ومقدار العظيم وقف المصرح